اشتركوا في القناة نشرت الرابعة متوسط وهذه المرة دور ثالثة متوسط في اللغة الفرنسية ويأتي لاحقا دور ثانية والأولى متوسط وربما حتى الأولى ثانية أولا كما ترون خجر 1 يعني المقطع الأول عنوانه في المقطع الأول ستدرسون ما يتعلق بالمقالات الصحوفية وما فيها من أخبار يعني عالم الأخبار الاقتصادية والسياسية وغير ذلك خاصة الحوادث والكوارث la première سéquence c'est produire un article de presse article de presse يعني مقال صحوفي sous forme de brève يعني لا تكتب مقال صحوفي بشكل كبير كما تجده في الجاردة وإنما بشكل مختصر تجد فيه المعلومات الأساسية حتى يكون لديه رصيد لغوي يسمحوا له بالتعبير في اللغة الفرنسية في المقطع الأول وأيضا حتى يفهم نصوص الفرود والاختبارات وغير ذلك لاحظ معي قسمتها على الشكل التالي verb يعني الأفعال adjective هنا les adjectives يعني الصفات وهنا يوجد les non يعني الأسماء لاحظ معي pour l'iverb vous avez le verbe raconter هذا رأيتمو في الثاني متوسط يعني يحكي يسرد rapporter ينقل ينقل خبر détruir يعني يهدم rouler يسير تقال للسيارة مثلا percuter يسدم causer يسبب regarder يشاهد كل كلمة لها ترجمتها هنا في المقابل entendre يسمع سكور ينقذ aider ساعد decider يموت مغير نفس المعنى يموت سكخازي يتحطم renverser يسقط declare يعلن voler يسرق لديها معنى أخرى لديه يعني هذا الفرب له معنى آخر طبعا pour l'exjective vous avez réel يعني حقيقي نغatif أنتم في الثانية متوسط درستم les histoires imaginaires قصص خيالية في الثالثة متوسط القصص الحقيقية ريال حقيقي ماريتم بحري ترستر أرضي نatureل طبيعي خاطر بزار غريب انتظر غير متوقع معساوي تراجيك 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 Un journal جاردة Une مقالة مختصرة Une information معلومة Un événement حدث Un accident حادث Un délit جنح Un méfait فعل مؤذي Une catastrophe كارثة Un article مقال Une arrestation اعتقال L'économie اقتصاد Politique سياسة La société المجتمع La pollution تلوث Une voiture سيارة Les pompiers رجال اتفاع La police شرطة Une enquête تحقيق L'hôpital يعني المستشفى Une victime Une victime Pardon La chie de blessures Une fracture Casser Casser في العظم مثلا Un défa Muteuropa لديكم ايضا هنا La suite اترككم تقرأون لوحدكم حتى لا يطل الفيديو طبعا وهنا ايضا لديكم عبارات وجمل مهمة تحتاجونها ايضا في الوضع الامجية R N En majuscules Les pompiers ont évacué Les victimes رجال اتفاع أجلوا الضحايا Le sens inverse بقص الاتجاه المعاكس Un bilan louvre حاصيلة ثقيلة في الخسائر البشرية والمادية وغير ذلك Un crash d'avion حطام طائرة Bracke une banque يسرق banque إذن هذه أهم العبارات قد تجدون عبارات أخرى كلمات أخرى لكن هذه أهم العبارات التي ستتكرر عليكم في المقطع الأول خاصة الوحدة الأولى أنصحكم بحفظ بعض الكلمات والمطالعة والقراءة المستمرة لهذه الكلمات إعادة الكتابة لأن الكتابة ترسخ الحفظ كما قلت سوف أنشر لبقية المستويات انتظرونا في هذا الموسم الدراسي في فيديوهات كثيرة دروس فرود اختبارات وضعيات إدماجية فقط أطلب منكم دعم المحتوى الهادف فهذا ضروري جدا لنواصل معا إن شاء الله وحتى تظهر القناة لتلاميذ آخرين ينتفعون أيضا بهذا الدروس المجانية أتمنى لكم حظا موفقا موسما دراسيا موفقا أيضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته